شكرا جزيلا أولا لقد كنت لتوي في إسرائيل قبل الاجتماع الذي عقدناه هنا كنت في القدس ورمالله وإحدى النقاط التي أثرتها في كل المكانين في القدس ومع النظراء الإسرائيليين وأيضا مع الرئيس عباس أن الولايات المتحدة تستمر في دعمها لحل الدولتين وهذا هو ناتج يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني لكي تكون لهم دولة خاصة بهم وطبعا طالما يؤكد ذلك أو يضمن أمن إسرائيل ووجودها كدولة ديمقراطية يهودية التطبيع واتفاقيات التطبيع التي وقعتها المغرب وغيرها من الدول مع إسرائيل هو ليس بديلا لمثل هذه النتيجة ولكننا عززنا في نقاشاتنا أمس وهنا ولجميع الشركاء في هذا الجهد بما في ذلك المغرب والولايات المتحدة الحديث عن الحاجة إلى التعزيز ووصول إلى مثل هذه الاحتمالية ولكن في هذه الأثناء يتوجب علينا أن نتخذ إجراءات ملموسة لتحسين حياة الفلسطينيين وهذا هو بالضبط إحدى الأشياء التي نعمل عليها من خلال شركاتنا مع الدول التي شاركت في قمة النقب هذا النقب هذا بالضبط ما نحاول القيام به هناك مبادرات يمكننا القيام بها سوية لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في نفس الوقت أعتقد أن العلاقات القوية بين المغرب وإسرائيل سوف تعزز صوت المغرب على تعزيز حل الدولتين وتحسين أيضا الحياة اليومية للفلسطينيين موسيقى موسيقى